إذن ممكن نفكر مع بعض بصوت عالي أما أنا الأوان فعلا يكون في وزراء الاستثمار بس تشتغل زي ما قال أستاذ أكرم بمنتهى التناغم مع وزرات المجموعة الاقتصادية بل والمجموعات الانتاجية لو صح التعبير يعني الزراعة من ناحية الصناعة من ناحية التخطية التعاون الدولي المالية أنا لازم أشتغل بصوا جماعة الحكومة دي عملت بريكترو الحقيقة محدش يقدر ينكره أو اتنين بريكترو إيه هو؟ واحد إنها قدرت إنها تعمل جذب استثماري ضخم وبالمناسبة الحكومة دي جابت استثمارات غير استثمارات راس الحكمة الحكومة دي جابت استثمارات من أوروبا شرقا وغربا ده واحد اتنين الحكومة جابت استثمار ضخم زي استثمار راس الحكمة وعندها خطة شديدة الوضوح للمزيد من الاستثمار سواء إذا كان هناك في المنطقة بتاعة البحر المتوسط أو غرب المتوسط فيه سواحيلنا يعني الشمالية وأيضا على الخط بتاع البحر الأحمر وده لوحده جنة من جنات ربنا على الأرض يعني طيب هل الاستثمارات اللي كانت بتفكر فيها الحكومة واللي بتشتغل عليها هي كانت متعلقة فقط بالاستثمار السياحي والعقاري أنا بقولك لأ بدليل أن أنا أصبح فيه عندي مدينة لصناعة السيارات على السبب المنزل بشتغل عليه عندي مكان زي طربول مفترض أنه ده يتحول لواحد من أهم المراكز الصناعية مش بقى في مصر ده مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب المتوسط اللي لم يكن في المتوسط كله على بعض هتبقى واحدة من أهم هذه المدن التي تعمل في الصناعة البريكثرو التاني أو الاختراق القوي التاني اللي قدرت تعمله الحكومة ولا أحد يستطيع إنكاره ظن الكثيرين مننا أنه لا أمل في مسألة استقرار سعر الدولار والسوق السودة وطلعت العيال بتاعت الإخوان اللي أكيد دلوقتي قاعدين عمالين يعني إيه شغالين في برامجهم بمنتهى التفاهة والسطحية ويحاول يزرع في مخك مجموعة من الكلام الفاضي الدولار هيبقى بمية جنيه الدولار هيبقى مش عارف إيه إن مصر على شفى الإفلاس الحكومة دي الحقيقة لم تؤدي على الإطلاق لإفلاس مصر الحكومة دي الحقيقة أدت إلى معدل نمو مستمر وثابت متزايد وإن كان تزايد بطيء بالمقارنة بطموحاتنا في فرق ما بين بطيء بالمقارنة بطموحاتنا وقدراتنا أو إنه هو عادي في إطار ما يحدث في العالم فالحكومة دي وقفت السوق السوداء وقفت السوق السوداء خلي بالك إن توصلت المرحلة إنه لم يكن هناك أي سيطرة على سعر الجنيه أمام العملات الصعبة وصلنا في وقت من الأوقات لمدة يومين ونص كان بسبعة وسبعين جنيه النهار ده بسبعة واربعين يعني نزل تلاتين جنيه فقد إيه في ثلاث شهور أنا معاك إنه هما ثلاث شهور وأسبوعين كمان يا عام بس مش أربعة يعني أربعة فإنه نزلت تلاتين جنيه من أصل لا أقل شوية تمانية وعشرين جنيه من أصل خمسة وسبعين لحد السبعة واربعين بتاعت النهار ده السبعة واربعين واثنين وعشرين إنشة ظن النهار ده حاجة جدا يا إيه اللي أنا عايز أقوله الحكومة دي اشتغلت واكتهدت فأصابت في كثير من الأمور وقد تكون أخطأت في أمور أخرى هل الحكومة بس كده الحقيقة الحكومة دي تحملت نقد شديد نقد جوه جلسات الحوار الوطني وبالمناسبة كان نقد الحكومة في الحوار الوطني ينتقدوا من لا مش من المعارضة ده كانوا بينتقدوا من المؤلاء أو المؤيدين أو الأحزاب المؤيدة أكتر ما بينتقدوا من أحزاب المعارضة وقادة المعارضة في الحوار الوطني يصححوني لو أنا غلطان ده واحد اثنين هذه الحكومة انتقدت على صفحات الجرائد هذه الحكومة انتقدت في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج لدى الزمل تم توجيه المزيد والشديد من النقد وكانت الحكومة تتقبل النقد بمنتهى رحابة الصدر بمنتهى رحابة الصدر ومستعدين طول الوقت ان هم يشرحوا ويتكلم انا احتاج من الحكومة انا كمواطن وانا ك بشتغل مزيع صحفي تلفزيوني نعايز الحكومة الجديدة مش بقى هتسير على نفس النهجة لا هي هتسمع النصيحة اللي تكلم فيها الرئيس من كام يوم اتكلموا مع الناس شاركوا الناس نقشوا الناس اطرحوا كل حاجة قدام الناس ما تخليش الناس طول الوقت نهبا للقيل والقال وكلام المتخلفين والمنحطين اللي موجودين في لندن ولا في غيرها بصرف النظر طول ما احنا بنتكلم طول ما احنا بنعرض طول ما احنا شففين طول ما احنا صرحة الناس شريكة والناس هتشتغل طول الوقت مع الحكومة هتفضل تشتغل طول الوقت مع الدولة التشكيل الجديد انا اعتقده يعني تبقى اللي بنقرأه وتبقى للأحاديث الدائرة من صباحية ربنا على ما يبدو تشكيل يبدو تبقى اللي بينشر يعني مبشر في احوال كثيرة جدا نحتاج من الحكومة كل الرقابة مش المزيد من الرقابة كل الرقابة على الاسواق كل الرقابة على التجار كل الرقابة على الصناعة كل الرقابة واقطعوا بينا شوط سريع وضخم حلقوا في سماء الصناعة قدر ما استطعتم حلقوا في سماء الصناعة قدر ما استطعتم